تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة كاف الجمعة يوم غضب شعبي تنديداً بالعدوان السهوني على الفلسطينيين ورفضاً للاختيالات والاعتقالات التي ينفذها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وعقال منسق القوى والفصائل الفلسطينية واصل أبو يوسف إن الهدف من تنظيم يوم الغضب الفلسطيني هو التأكيد على وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الذي يشن حرباً شاملة ضد الشعب الفلسطيني دعياً إلى استمرار المقاومة الشعبية من كفر قدوم حتى مسافر يطى في الضفة الغربية